موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكل متابعين الكرام وظهر موقع المهاجر معكم سوفيا المرزوقي وهذا خبر اللي جينا نوصله للإخوان وما يمكنش ندوزو عليه مرز الكرام إلا وغدين شرحوه وغدين وضحوه للإخوان دينا خبر مهم بزاف خبر كيدل على الأمور اللي كناك نتحتو عليها من قبل هنا كنادروع على كابران من الكابراناس ديال الجزائر كابران خليل ديال شنقريحة كنادروع على خالد نزار خالد نزار صدق صدر في حقه من طرف القضاء السويسري محاكمة يعني محاكمة من طرف ولمتابعة قضائية من طرف القضاء السويسري هذا إنجاز للجزائريين الأحرار اللي كي طالبوا بالحقوق ديالهم هذا السيد هذا علق أهرب فرط كما كنقوله بالتاني جديلنا المغربية من بعد الحراك اللي كان في الجزائر وارجع يعني باستقبال رسمي في عهد شنقريحة شنقريحة مكبر ليش شان لأنها كابران من كابراناش فرنسا كيفو كيف شنقريحة كيتبون كيف العمامرا كيف كلهم كلهم كابراناش يعني غير كابران كي شعرون ديبلوماسية كابران كي شعرون كابران ديال العسكر فكيف يقدش شي الاخر الكابراناش فيخلقوا الفتنة يعني هذا الكابراناش هذا بنسبة الإخوان اللي كي يقول لك الفتنة 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 وأم عين الفتنة جايا من هذا الكابراناش هذا انتم ما في نظركم يعني شنو هو الرغبة دي للك구�ş Pinterest يعني خذمين ديال أجندات خارجية وحنا عارفين فرنسا حطتهم تمك من نهار خرجت فرنسا ما خرجتش من الجزائر قطلت البيادق ديالها كبرانات ديالها غيبقوا كيت تحرركوا تمك في المنطقة وهات الشي اللي يعطى الله على فنظركم كون كانت يعني توحد ما بين المغرب والجزائر وما كانوا شغل الكبرانات هادو وكانوا دوها في سوق راسهم وخللوا عليهم الصحراء المغربية في تقر وش كون كان شي حد غيقدر على تحالف ما بين المغرب والجزائر في المنطقة ما كانش غيقدر خاص يكون كبرانات من هاد النوع محطوطين تمك باش يخليوا تشتات وتفريقة ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي لان فعلا راه إله نلون على الجزائر والمغرب را كان يدروا على قوة داخل المنطقة ما كانش اللي غيقدر يزعزعها بفضل الله سبحانه وتعالى وكان غيكون عندها الكلمة ديالها وعندها بزاف ديال الأمور كون كان تحالف جزائري مغربي للأسف كنشوفوه بزاف ديال الحويج اللي ما راضينش عليها واللي كنا كانتمنوا يكون غيرها كذلك كين من الشعب الجزائري اللي يلام على بزاف ديال الأمور ولكن الجهل جهل وكما كان قولوه دك التخدير اللي مضرب لهم باش ما يعرفوش الواقع والحقيقة وما يبحثوش على الحقيقة هو السبب يعني مغللوا موهوش مغللوا موهوش تشي واحد مغللوا موهو تشي واحد الله يحسل العوان إنسان الجهل يعني بناد من قاتلههم على الخبز ما يكل من قاتلههم على بالأخر فكيجيبلوا بالو بحل راه هذك ولي كين هذك ولي خصو يكون كيحكم راه ما شهدك ولي خصو يكون كيحكم وهذاك معادي اللي الوحدة الترابية المغربية هي اللولى واللي عادة الوحدة الترابية المغربية راه كي عادي المغاربة كاملين يعني فين بغيتوا هذف فيتنا ما تبقاش وانتو ما كتقولوا خاوة 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 يتبع لعلا لوحدة الترابية دي البلادي ونكون خوك ونكون حبيبك ونكون كل شي ولكن باش جيت عاديلية بلادي وتجي جمع رباع انتع المرتزيقة رباع انتع انتع الناس اللي عندهم أهداف ما تقول ليش مغرر به مرة شي واحد ما كيتغرر به راه ما كينش واحد مغرر به اللي مغرر به راه صغير ما كيفهمش يعني عقله صغير هذك ولي من كلك تغرر به أما وحد الإنسان راشد وفي دماغه كيفكر عنده مصالح عنده مصالح بغاي 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 شي حاجة يعني مجاش ودردك شي هادك لله إلا وعنده مصالح ولكن في التالي المصالح انتو مشتوفين وصلوها اللي بغاها كلها كي يديها كاملة ولا يخليها كاملة كما كنقوله ونفت اللحظة هذي ان شاء الله بإذن الله خلوها كاملة وها كل شي يعني وصلنا لآخر المشوار يعني وصلنا لآخر المشوار ديمستورة تلقى مع السفيرة ديال ألمانيا لدى هيئة الأمم المتحدة ومنك نقوله ألمانيا ألمانيا الحكومة الجديدة العهد الجديد مع المملكة المغربية ما كان نظروش على ألمانيا اللي قبل دبا عهد جديد إسبانيا راهها غدية في التوافق مع المغرب إن شاء الله بإذن الله داخل أمريكا في الموضوع وداخل الاتحاد الأوروبي المفوضة الأوروبية راهها في المغرب وعارفة الأهمية ديال المملكة المغربية معليناش ما نخرجوش من الموضوع ديالنا ورجعو ونصلوا بالموضوع هاد السيد هذا كما قلت لكم هرب في الحراك وتم استقباله مرة أخرى مؤخرا كان في إسبانيا كان في إسبانيا وشم الريحة شم الريحة ديال المتابعة القضائية فمشك تجري وارجع للجزائر مع محاكمة الجنرال نيزار تحمل تحمل مسؤولية الجنائية لنظام العسكر الجزائري راهك بعد عشرات السنوات من الترافع الحقوقي تجاوب القضاء السويسري مع عشرات دعوات لمحاكمة الجنرال خالد نيزار وزير الدفاع جزائري الأسبق وأعلن منظمة تيريال الحقوقية السويسرية أنه لأول مرة ستتم محاكمة خالد نيزار وزير الدفاع جزائري الأسبق أمام القضاء السويسري وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان لها أمس أن النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري اتهمت الجنرال الجزائري المذكور بالتواطئ في ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بين 92 وال94 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية هذا هم اللي كانوا كدوا الإبادة في الجزائريين هذا الكبرانات وشوفوا هم يتسقبلوا بالأحضان يعني عار وعيب أن الإنسان يخرج عاد يضرب فيك وانتك تضلع على مواضيع اللي خاصة يعني الجزائريين اللي كانوا كياكلوا العصر عار عب وعار وتمت متابعة الجنرال خليد نزار من طرف النيابة العامة للاتحاد الفيدرالي السويسري بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مرحلة 90 وبالضبط في فترة ما بين 92 وعيب وعيب وأضاف الباحث في ملف الصحراء أن هذه الفترة عرفت في الجزائر بالعشرية السوداء نتيجة الجرائم البشعة التي ارتكبها الجيش الجزائري لاستمرار سيطرته على مقاليد السلطة بعد وصول جبهة الإنقاذ الإسلامية إلى الحكم وقال الباحث ذاته في تصريح إن تحريك النيابة العامة بسويسرا لهذه القضية انتصار لضحايا النظام الجزائري العسكري وتأكيد على أن هذا النظام له وجه دموي قام بتقتيل الشعب الجزائري في سبيل استمراره في السلطة يعني إلا بغينا نقول فضحتهم عراهم القضاء يعني هذا اعتراف من القضاء أن فعلا هذا النظام العسكري فاسد وعنده وجه دموي قام بتقتيل الشعب الجزائري ولفت النفل البعمري إلى أن هذه المتابعة ستجر بالتأكيد متابعات أخرى للجنرالات ورموز النظام الجزائري إذ إن الجنرال نيزار لم يقم لوحده بارتكاب هذه الجرائم بل كان الأمر يتعلق بسياسة ممنهجا للنظام الجزائري راح ضحيتها الآلاف من الجزائريين والجزائريات يعني هذه القضية ستجر كبرانات أخرين أي كبران ارتكب جرائم ستجر في هذه القضية وهذا الشي هذا كله ستجر واحد الحلقة بحال سنسلق شي شد في شي ستجر نوصلوا إلى الكبرانات الكبار بحال شنقريحة بحال تبون وما يلي ذلك واعتبر الباحث في ملف الصحراء أن هذه المتابعة ستفتح الباب أمام إعادة قراءة فصل من الفصول من فصول تاريخ الجزائر المسكوت عنه والذي ما زالت ترفع ترفع ورقته في وجه الشعب الجزائري لإرهابه وتخويفه ودفعه إلى التخلي عن كل مطالب الإصلاح وختم المحامي المغربي تصريحه وقائلا متابعة الجنرال خالد نزار ستكشف عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في العشرية السوداء وهي جرائم لا تسقط بالتقادم ويجب أن ننتظر استمرار الإجراءات التي سيتم انتخذها بعد الاستماع إليه والقرار النهائي للنيابة العامة وهنا إخوان أترجع بكم الفرنسا النهار قلت لكم رأي شد الكبرانات من يدهم اللي كتحرقهم كنهضروا على العشرية السوداء كنهضروا على التاريخ الأسود ديال الكبرانات يعني مجاش الكبران ورحب بوزير الخارجية الفرنسي يعني بالزربة ورجع العلاقات ورجع السافير ورجع الطيران فوق الأجواء الطير العسكري فوق الأجواء الجزائرية الخاطر ولكن وخاك ما عندك ما تهرب أتعيي تهربت الدور ها هي سويسرة خرجتلك إلى فرنسا تستلاتلك ها سويسرة خرجتلك رأي مجاش ماكرو وتهجم على الجزائر هكك وقال ذيك الكلام هكك كون ما كانش عارف يعني بأن الكبرانات تحت الصبات مجاش ماكرو وخرج ليهم فاص كون ما كانش عارفهم تحت الصبات يكتاروا ونزلوا تنيرفا وتعصبوا وفتالي نعم سيدي ماكرو وقدر ردوا السافير ديالنا وقدر رجعوا تعاملوا كيفما كنت تعاملوا من قبل هنا كنوريوكم غير الواقع ديال الكبرانات يعني رأي كنت غادي تفجر على القضية دي كنت غادي تفجر في فرنسا بش نكونوا واضحين كنت غادي تفجر في فرنسا كون ما مشاش كيجري الكبران وستقبل وزير الخارجية وصفت السافير الكبران ديال الكبرانات كذلك الفرنسا باش يرضى العلاقات وترجع الأمور كما كانت من قبل إنه كيديروا بحالها كم فرنسا ومن الدول الغربية هذا هو الفرق ما بين المغرب وما بين الحكام ديال المغرب وما بين الحكام ديال الجزائر لإن الحكام ديال المغرب ما شد عليهم حد تشي حاجة هذا هو الفرق يعني باش كنوردوكم الفرق يعني الفرق هو ان هاد الناس هادو الدوسي ديالهم كما كنقوله كحل وفين ما جيتيت خبش فيه كي يخرج لك شنو كي يخرج لك امور بحال هذي اللي صراحة يعني كما قلت لكم هاد المتابعة القضائية راه هو السخات يعني النظام كامل ماشي زعمة كتحمل المسؤولية الجنائية للنظام العسكر كتحمله مسؤولية جنائية يعني هناك نظروع لمتابعة ديال وزير دفاع سابق انتع كابران ما الكابرانات كبير اللي ارتكب يعني ما ارتكب يعني وعقبل شنق ريحته هو وما زال غاديتجبد ان شاء الله ما زال غايتجبدو كاملين واحد بواحد وغادي نشوفو الله حق ان شاء الله بإذن الله هذا هو الخبر ديالنا اليوم الاخوان فهذا الفيديو نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر تكونوا لائما في احسن الاحوال دمتم في رعية الله السلام عليكم